موسيقى موسيقى أهلا بكم قيل إنه في زمن الحروب تتعالى الصيحات المنادية بسياسات يشوبها الغموط لصالح أجنتات يراد منها تحقيق أهداف خفية تصب في صالح الطرف الأقوى في العالم ولكن حين يكون الحديث عن توظيف سياسات بعينها لصالح بناء الدولة فهنا تتعارض الفرضيتان مع شكل الدولة الذي تحدث عنه ابن خلدون حين قال إن الدولة تمر بعدة أجيال تبدأ بجيل البناء والعناية وتنتهي بالجيل الهادم كل ما سبق كان مقاربة طبيعية لشكل الدولة وأركانها ولكن إذا ما حاولنا إسقاط ذلك على الدولة السورية نجد أن الجيل الهادم في عرف بن خلدون هو السائد لصالح الطبقة الحاكمة التي حولت كل الانهدامات الحاصلة في سوريا لخدمتها من خلال أدوات تتحكم باقتصاد الدولة وتهيمن عليه بتدبير وإدارة من مكتب سري تقوده أسماء الأسد هو بمنزلة غرفة عمليات تضع خطط هدفها تحقيق امبراطورية مالية على حساب إفقار الشعب وإدخاله في قوقعة البحث عن الرضا بأقل الحقوق الواجبة له هذا ما كشف عنه تحقيق لصحيفة فينانشال تايمز الأمريكية التي أكدت في تحقيقها حقيقة كل خفايا هذا المكتب فما دور مكتب أسماء الأسد في التحكم بالاقتصاد السوري وما أركانه وكيف تتم إدارة العمليات الاقتصادية داخله وكيف يقوم بتوظيف تحكمه بالاقتصاد السوري لصالح عائلة الأسد تساؤلات نناقشها الليلة مع مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية الدكتور كرم شعار مرحبا بك دكتور كرم صباح الخير صباح النور نتابع التقرير ونعود لعل الحديث عن التخبط الحاصل في السياسة الاقتصادية لحكومة النظام هو الشغل الشاغل اليوم بين السوريين وهذا واقع سرعان ما بات يتكشف رويدا رويدا من خلال سقرات واضحة بات الحديث عنها في العلن من قبل الموالين بشكل فاضح واخرها ما كشف عنه صحفي كينان وقاف الذي خرج أخيرا من سوريا بعد تعرضه للاعتقال والملاحقة عدة مرات من خلال تسجيل مصور نشره على حسابه في فيسبوك مفاده أن المكتب السري التابع لأسماء الأسد يفرض إتوات كبيرة بالدولار على التجار وبشكل خاص في دمشق وحلب إلى جانب تدخل أسماء بشكل مباشر بالاقتصاد السوري بما يعود بالمنفع على المقربين منها وفي خضم الحديث عن هذا المكتب السري كشفت صحيفة فينانشال تايمز الأمريكية في تحقيق مفصل أن هذا المكتب الذي تقوده أسماء الأسد من داخل القصر الرئاسي بات المهيمن الأكبر على الاقتصاد السوري من خلال الهيمنة والتحكم بكل مفاصل الاقتصاد ضمن سياسة متبعة لتحقيق الثراء لعائلة الأسد وتمكين نفوذها إلى جانب دوره في تأمين التمويل لعمليات النظام العسكرية لا بل تعد الأمر ذلك وفق ما كشفته شهادات ثمان عشرة شخصية على دراية بآليات عمل النظام بينهم رجال أعمال ومدير شركات وموظفون في منظمات إغاثية ومسؤولون سابقون في مؤسسات النظام قالوا للصحيفة الأمريكية إن أسماء الأسد عملت لسنوات طويلة على بناء شبكة محسوبيات واسعة بالاعتماد على المنظمات الخيرية وغير الحكومية التابعة لها مثل الأمانة السورية للتنمية في حين تحكمت هي شخصياً بتدفق أموال المساعدات الدولية إلى سوريا خفايا مكتب أسماء الأسد السري التي بدأت تتكشف أماطت اللسام أيضاً عن دورها في ابتكار أساليب جديدة تسمح باستثمار ما يجري في سوريا اقتصادياً لتكوين سروة شخصية كما عملت على الإطاحة بجميع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ممن لا يدينون بالولاء لزوجها وقامت أيضاً بالتعاون معه ومع شقيقه ماهر بتفكيك طبقة التجار التقليدية في سوريا لتبقى الهيمنة الاقتصادية بيدها وحدها والتي وصلت حتى تقييد عمل المنظمات الدولية داخل سوريا وجد الترحيب دكتور كرم شعار دكتور يعني يبدو من يراقب المشهد يقل أنه لا يوجد ما هو جديد في ما تم الحديث عنه بهذا التقرير ولكن من وجهة نظرك ما هو أبرز ما يمكن التعليق عليه والحديث عنه في هذا الوقت؟ يعني برأيي من الضروري التأكيد على أن المكتب السري بالواقع موجود هو مكتب يتحكم بالاقتصاد السوري وكيفية عمله ويقوم بجباية الأموال لصالح النظام ولكن بالمقابل يعني ليس لدينا من الأدلة ما يكفي لإثبات أن أسماء الأسد هي المتحكم بهذا المكتب بكل تأكيد هي جزء من هذا المكتب ولكن باعتقادي هي وزوجها بشار الأسد يعني يعملون على إدارته بشكل مباشر أو يعني بكل تأكيد من القصر الجمهوري ولكن الدور، أهمية الدور النسبي لكل منهما برأيي المتواضع من الصعب إثباته في ظل المعلومات المتاحة المكتب السري له أهمية يعني مهولة تعكس يعني نظرة النظام السوري وطريقته بالتعامل مع قطاع الأعمال في سوريا بشكل عام المكتب السري تم تأسيسه وقام بالتغول على رجال الأعمال في نهايات عام 2019 وبدايات 2020 وذلك عندما كانت سوريا يعني تعاني من مجموعة من الصدمات الغير متوقعة كان من ضمنها يعني جائحة كوفيد من ضمنها قارون قيصر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران مما جفف مصادر التمويل للنظام السوري هذه الأزمة المالية في لبنان هذه الأزمة أو مجموعة الصدمات أدت إلى تغير في فلسفة النظام السوري بالتعامل مع قطاع الأعمال وتم إنشاء هذا المكتب الذي قام بفرض إتاوات على رجال الأعمال وهذا مؤكد وذكره عدة رجال أعمال قام جمعهم بمرحلة ما اجتمعوا في أو بالأحرى تم إجبارهم على الاجتماع في فندق الشيرة وقام مدير المكتب المالي يسار إبراهيم بتحديد الأموال التي يجب على كل رجل الأعمال أن يدفعها والحساب كان الحساب صالح البنك المركزي ومن هنا أريد أن أعود معك إلى نقطة أننا عندما نتحدث عن مكتب سري اليوم عندما تكشف كل هذه التفاصيل لم يعد هو مكتب سري ويعمل على العلن ولكن ما هي الفائدة المالية الحقيقية اليوم التي يجنيها النظام من هذا المكتب وما هي آلية العمل التي يقوم بها يعني صدقتي لم يعد سريا ولكن برأيي المقصود بكلمة سري هو أنه غير موجود قانون يعني المكتب هو عبارة عن ترتيبة أو نمط إداري للاقتصاد غير موجود قانونا تم تجميعه بهذا الشكل بما يحقق مصالح النظام السوري وهنا قبل إجابة عن سؤالك علينا التمييز ما بين المكتب الاقتصادي وما بين اللجنة الاقتصادية اللجنة الاقتصادية هي جزء من رئاسة الوزراء يعني بها على ما أذكر خمس أو ست وزراء ورؤساء دائرة التخطيط وما إلى ذلك يقومون بعمل مشابه لما يقوم به المكتب الاقتصادي من حيث المبدأ ولكن خلال فترة السنتين أو الثلاث الماضية تم تحجين دور اللجنة الاقتصادية لصالح المكتب السري أو المكتب المالي أو المكتب الاقتصادي وهنا أقوم باستخدام أو مما يدلل على الطبيعة الغير رسمية لهذا المكتب الآن بالعودة إلى سؤالك ما هي الأهمية الاقتصادية لهذا المكتب وما هي العوائد سمعنا عن أرقام تصل إلى خمسين مليون دولار تم إجبار رجال الأعمال على إيداعها في حسابات بنكية سامر فوز على سبيل المثال هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين تدمروا بشكل غير معلن من المبالغ المفروضة عليهم لصالح هذا المكتب بالمقابل بالمناسبة تم مؤخرا إجبار بعض رجال أعمال الصغار على دفع إتاوات لهذا المكتب وإرسال أوامر لهم بالحضور لأفرع أمنية في دمشق ومن ثم بعد وصولهم إليها يتم إعلامهم بالمبلغ الذي يتوجب عليهم دفعها وبالتالي إذن الفائدة الأساسية اليوم هي من رجال الأعمال والمستثمرين بكل أنواعهم ليس فقط رجال الأعمال الكبار ولكن انتحدثنا أيضا عن أثر هذا المكتب بالفترات الزمنية هو فعليا متى بدأ بالعمل بشكل فعلي على الأرض بشكل فعلي على الأرض يعني منذ عام 2019 وبداية 2020 نعم اسمح لي إذن أن نشاهد هذه المادة والتي تم ذكر فيها أسماء هذا المكتب السري ومن هم المتحكمين به أسماء كثيرة وربما قد تكون مكررة للبعض ومذكورة بكل ما له علاقة بالاقتصاد السوري نشاهد الآن هذه المادة معا على الشاشة إذن أعضاء مكتب أسماء الأسد السري كما ذكر ضيفنا قبل قليل أنه لا يوجد حتى الآن شيء يثبت ارتباط فعلي بين أسماء الأسد والعمل داخل هذا المكتب نبدأ معا بهذا الاسم وهو فارس كلاس سمعنا عنه كثيرا في الآوينة الأخيرة هو اسم لامع وبارز ويعمل في الأمانة السورية للتنمية ينحدر من مدينة حلب مدير الأمانة السورية إذن كما ذكرت يشغل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير كذلك وهو نائب رئيس مجلس إدارة أوغاريت التعليمية عضو في مجلس أمناء جامعة المنارة الخاصة كذلك هو خريج بريطانيا ويمثل النظام بكثرة في الخارج آخرها كان يمثل مقعد في اليونيسكو نشاهد أيضا اسم آخر كان لامعا وبارزا نلاحظ أننا لم نجة طورة لها وهي لنا الكناية من مواليد 1980 زوجة رجل الأعمال محمد همام المسوط المقرب من إيران تحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية هي أيضا من أبرز منسقي العلاقات بين القصر الرئاسي والقطاع الخاص اتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بعام 2020 بإدارة أنشطة تجارية وشخصية نيابة عن أسماء الأسد هي أيضا تعمل ولها أسهم في شركة ليتيا التي أنشئت في عام 2019 تملك أسهمها مع زوجها كما ذكرنا هو محمد همام المسوطي وأولاده تختص هذه الشركة أيضا كما ذكرنا في استيراد الصناعات التحويلية والمنتجات الطبية هذا بالنسبة لينا أيضا اسم جديد أو ليس بجديد اسم آخر في هذه اللجنة وهي دانا بشكور هي من مواليد دمشق من أصول شركسية تقدم محتوى عبر قناة تملكها على يوتيوب ترويش فيها للسياحة في سوريا وتنشر الفيديوهات كما ذكرنا عبر يوتيوب اسم صفحتها لينا جورنال مديرة مكتب أسماء الأسد وهي عضو مجلس إدارة وشركة مؤسسة في شركة ألفا إنكوربوريتد هي وأيضا مجموعة من الأسماء منها باتر وديع شكور هو شريك مؤسس أيضا ينال وديع شكور عضو بمجلس إدارة وأحمد مونير أحمد عمر نائب مجلس إدارة في الشركة ذاتها ننتقل إلى الاسم الآخر الاسم الألمع والمقرب بشدة من العائلة الحاكمة وهي لون الشبل من أبرز الشخصيات في الدائرة المقربة من رئيس النظام تشغل منصب مستشارة الأسد الخاصة والمسؤول الإعلامي في القصر الجمهوري شهدناها بكثرة في كل الزيارات الدبلوماسية التي قام بها الأسد في الفترة الأخيرة آخرها كان ذهابه لحضور القمة الجامعة العربية من أكبر أيضا المسؤولين الصحفيين في حكومة النظام كانت أيضا من الوفد الممثل للنظام المشارك في مؤتمر جينيف 2 بـ 2014 وأدرجتها الولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة العقوبات لقربها من الأسد ودعمها له أيضا اسم آخر من الأسماء التي كانت أيضا لامعة بالفترة الأخيرة وهو خضر علي طاهر ينحدر مدينة صافيطة بمحافظة طرطوس يعرف باسم أبو علي خضر كلف في نهاية 2019 بمهمة استثمار صندوق أرباح الشعب الأمنية وتبييد الأموال أنشأ أحد عشر استثمارا مهما كان أهمها شركة الاتصالات أيما تيل التي تحدثنا وفردنا حديث عنها كبير بحلقات سابقة وهي بديلة عن سيريا تيل أيضا أدرجتها طاهر على قائمة العقوبات الأمريكية ضمن قانون قيصر كنا أيضا تحدثنا عنه في حلقات تسابقة في عام 2017 أسس شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية وهذه شركات نشطة في الأون الأخيرة هي تحمي أو تكون كما هي الميليشيات تحمي بعض الأسماء المقربة من النظام شركة حراسة أمنية خاصة كما ذكرت تعتبر الذراع التنفيذي غير الرسمي لمكتب أمن الفرقة الرابعة مسؤولة عن توفير حماية قوافل الإمتادات لهذه الفرقة أيضا من الأسماء الأبرز في الفترة الأخيرة وهو الاسم الأخير الذي يتكون منه هذا المكتب السري هو يسار إبراهيم المستشار الاقتصادي بمناسبة حتى الآن غير معروف إذا كانت هي هذه صورته الحقيقية أم لا ينثلك وشقيقته نسرين عشرات الشركة العاملة في معظم المجالات والقطاعات كنا تحدثنا عنها وكانت محور حلقة كاملة من الثلاثاء الاقتصاد سابقا مدير المكتب المالي والاقتصاد في رئاسة الجمهورية ينسب إليه فرض مبالغ على رجال الأعمال كما تحدثنا قبل قليل خاصة الجدد الذين ظهروا في فترة الحرب أو تجار الحروب وتم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية كانت أهم الشركات التي تحدثنا عنها سابقا شركة البرج للاستثمار شركة زيارة للسياحة والشركة المركزية لصناعة الإسمنت وشركات كثيرة أيضا منها وفا للاتصالات والعاهد للتجارة والاستثمار تعمل في المجالات والقطاعات المختلفة إذن هذه أبرز الأسماء طولنا عليك دكتور كرم وأنت كنت معنا بمعظم الحلقات التي تحدثنا فيها عن هذه الأسماء لماذا هذه الأسماء وليس غيرها؟ سؤال مهم جدا إذا ما نظرنا إلى خلفية هؤلاء الأفراد برأينا نستطيع أن ننسب كل منهم بحسب ولائه إلى أحد الشخصين بشار الأسد أو أسماء الأسد على سبيل المثال فراس كلاس محسوب على أسماء الأسد من خلال دوره في جامعة المنارة والأهم من ذلك الأمانة السورية للتنمية لأن الكناية هي مديرة مكتب لأسماء الأسد وتعمل كمعاونة مستشارة لوزير شؤون الرئاسة منصور فضل الله عزام بالمقابل نجد هناك أشخاص محسوبون على بشار الأسد بشكل مباشر ومن ضمنهم لونا الشبل ويسار إبراهيم ما يجمعهم جميعا هو ولاؤهم الطويل والمؤكد للنظام السوري هم لا يستطيعون أن يغيروا ولاؤهم بسهولة والأهم من هذا وذاك هو أن النظام قادر على فرض إرادته عليهم بشكل مباشر وواضح وصريح بمعنى أنهم وإن حاولوا الانفكاك عن هذه الشبكة يمكن استبدالهم بأشخاص آخرين بسهولة وليسوا كلهم بالمناسبة من خلفيات اقتصادية يعني لاحظنا مثلا لون الشبل حتى لينا يعني أغلبهم كانوا يعني إما صحفيين أو أشخاص لهم علاقات دبلوماسية ليسوا فقط مرتبطين بالاقتصاد يعني عمليا لا يوجد أي منهم مرتبط بالاقتصاد بشكل يعني مباشر أو معروف أنه رجل أعمال يعني الحالة الخاصة هي خضر علي طاهر الذي تحول مؤخرا للعمل بمجال البزنس غير أنه كان يعمل سابقا في مجال الدجاج والبيض الدواجن عمليا ويعتقد أن له ارتباطات كذلك في مجال المخدرات غير أن المتبقين ليس لهم دور في العمل الاقتصادي سابقا وعندما تقوم أي صحيفة أجنبية مثل فينانشل تايمز بالإضاءة على مثل هذا المكتب ما هو الأثر المرجو من هذه الإضاءة وخاصة أننا كما ذكرنا أغلبهم هم تحت العقوبات سواء الأمريكية أو حتى الأوروبية باعتقادهم يحاولون الكشف عن آلية العمل وإدارة الاقتصاد السوري حاليا وهذا فريد من نوعه إذا ما قارنناه ببلدان أخرى هذه الطبيعة الغير رسمية للجنة التي تقوم بتحريك عجلة الاقتصاد بشكل كامل هي تحدد إلى أين تتجه دفة هذا الاقتصاد بالرغم من أن طبيعتها غير رسمية على الإطلاق هذا مهم للغاية وكذلك تم إثباته ليس فقط من تقرير الفاينينشل تايمز وإنما من خلال تقارير أخرى حيث على سبيل المثال قام أحد أفراد المكتب المالي بإجبار مديرية الكهرباء في أحد المدن على إعادة على إلغاء التقنين عمليا على أحد منشآته بمجرد اتصال هاتفي وكان هذا نقيض لما طلبته اللجنة الاقتصادية التي تتبع عمليا لرئاسة مجلس الوزراء فهناك حتى عمليا نوع من التصادم فيما بين هذه الكيانات الرسمية والغير رسمية واليد العليا بكل تأكيد هي للمكتب المالي والاقتصاد تضارب في المؤسسات وهذا ما نشهده دائما بمؤسسات النظام ولكن هذا الموضوع ما مدى أثره أو ارتباطه بالانهيار الحاصل بفترة الأخيرة للاقتصاد السوري يعني الليرة وصلت إلى مستويات غير مسهوق نتحدث عن 16 ألف أو أكثر مقابل دولار برأيي هناك ارتباط مباشر بين تأسيس هذا المكتب وبين ما يحصل في الاقتصاد حاليا يعني يتم غالبا التركيز على ما يحدث في سعر الصرف يتم غالبا التركيز على البنك المركزي أو السياسة النقدية وأنا برأيي هذا التركيز غير محق ما يحدث لسعر الصرف وقيمة الليرة السورية هو انعكاس لما يحدث في الاقتصاد الحقيقي هو انعكاس لما يتم إنتاجه أو ما يتم تصديره مقابل ما يتم استيراده وما إلى ذلك قيمة الليرة السورية هي انعكاس للنشاط الاقتصادي بشكل عام هذا النشاط الاقتصادي المكتب المالي قام بخنقه إلى حد بعيد خلال السنوات القليلة الماضية عندما قام المكتب بفرض أتاوات على رجال الأعمال هذا ساعد في المدى القصير ساعد البنك المركزي بالتعامل مع تقلبات سعر الصرف في فترة 2019 و2020 ولكن بالمقابل خلق حالة من النفور لدى رجال الأعمال العمل بسوريا بشكل عام بسبب فرض أتاوات غير منطقية عليهم وهجبارهم على التصرف بطريقة معينة بناء على أهواء هذا المكتب المالي برأي ما وصلنا إليه حاليا من وضع اقتصادي هو الأسوأ على الإطلاق منذ بدء الانتفاض السورية في 2011 له عدة أسباب ولكن أهمها هو سوء إدارة الاقتصاد ومن إحدى التجليات سوء هذه الإدارة هو المكتب المالي والاقتصادي أشكرك جزيلا شكر دكتور كلم شعار على كل تلك المعلومات شكر موصول أيضا لكل من كان معنا بحلقة اليوم الأسبوع القادم حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة